اشتركوا في القناة اول ما ابدأ استمدها من الشمس الحارقة حصبي افكر بالوروك وتبدأ الحال الطريعة واذا شوفتني بالليل اياك انك تستهين انا متعتي بالنهار قاتل اقوى الشياطين وكل المعارك كنت تحولهم لا طحين شو ما كانوا يستخدموا من زيوف او زكاكين حتى اقوى التعويذات عندي منها مناعة ما اكون بشرير هذا في انشر العدالة لكن لا كل الحق دين انا رح بص الرسالة هزمتي مستحيلة خليها عندكم خناعة فمن بداية المعركة خساراتكم حتمية في وقت من النهار قوتي لا نهائية فالا شوف كل الانهار باسا ببلك انهيار واه شبسى حيد دمار لا هروب لا مفار رح دخلك ساعد عدام مقتولها لك حالي فداك الاستسلام بحولك لا في علكان فالا شوف كل الانهار باسا ببلك Nak اقتوى القحيد احسن بحالي وفي دهك الاستسلام بحولك لا في علكان كيريتو سيف لكن بعالم افتراضي بس بالعالم الحقيقي بنمسح فيك الأراضي لا تعمل نفسك الأقوى ترى أمرك عندي محزوم دخلتها كم معركة وطلعت منها مهزوم تان جروح الحق نمسمينا قاتل الشيطان لكن سؤالي هل تقدر تتحمس سخونة النيران انت مجرى جابان ما راح تحس بعمل وما خرجت من المنزل لا قد معيلتك الآن وميدوريا من طفلته يتهرب أختي العراق ومن شدة الخوف يجمد بلا حراك أول ما يبدأ التحدي تصيبه نوبات الهلع لأنه تستعمل قويته راح يشعر بأكبر وجه أولوت بدون قوى خارق أبيدنا منك اعتراف ولو تدرب طول حياتك ما هتوصل لاحتراف فمضى عدة سنوات بمحضة أوها من عالب باطة حطبت كل أماله وبيعن يصبح بطل خارج بارش في كل الأنهار باسبب لك انهيار وشي بسا حي الدمار لا هروب لا مفار راح دخلك ساحة عدم وقتول على كيلك حال يوفيدك الاستسلام بحولك لفعل كان بارش في كل الأنهار باسبب لك انهيار وشي بسا حي الدمار لا هروب لا مفار راح دخلك ساحة عدم وقتول على كيلك حال يوفيدك الاستسام بحولك لفعل كان والآن لهذا الفاشل طفلي سا مو يدشيره متسرعه هو جغبي ما يسمع كلمة مديره قاتل بسيف بلعوم فكر نفسه انه هيره لكن بالنسبة لسكنور أسهل شي هو تدميره أزمت أقوى جيش لكنك ما كنت واعي استبعدوك من الفريق لأنه ما إيلك داعي مش قادر راس توعب كيف كان يقوله عنكم قوي ومن غاية السهولة إذا هذا الطفل تلتوي ما هتفيدك لا القوة ولا الإرادة ولا العزيمة حتى بأقوى شكل إيلك راح تتعرض للهزيمة ما بتشوف منك جديد كل حركاتك قديمة نهاية هذا الصراع راح تكونيلك عليمة حتى استمتع بالقتال أكثر صواجه والجميع لن أقصوا عليهم سأقتلهم قتل سريع لكني بدي أعرف كن من ضحية باقية بعد ما توجيني أنت بحاجة نيناقلة بادنشف كل الأنهار باسبب لك انهيار وشيب الساحة حي الدمار لا هروب لا مفار راح دخلك ساعد عداء مقتول عليك حالي وفي دك الاستسام بحولك لافعل كان عندما تقر باقية نيناقلة باسبب لك انهيار وشيب الساحة حي الدمار لا هروب لا مفار راح دخلك ساعد عدام مقتول عليك حالي وفي دك الاستسام بحولك لافعل كان